السلام عليكم أخوتي أخواتي الأزاز أسعد الله وأوقاتكم وكنت من هذه الحلقات لقاكم بخير وعلى خير معكم حاتم المرابط من مجلة القرش أمرك عيدكم مسبقا أينما كنتم اليوم سنتحدث عن جوجة الأحداث مهمة جدا انتشار فيديو القصمة في الرباط وتحديدا في مطار الرباط والموضوع الثاني الملف الشائك للغاز والمهين للجزائر وكيف الجزائر تطالب إسبانيا بأن تحضر الحطب للشتاء القادم من بعد كل مهازر ومن بعد ما أضحوك للعالم العربي والإفريقي والفيفا أيضا هؤلاء الجرارات يخرجوا بفضيحة جديدة لتحكون عليهم خرجات العشرات من القناوات والصحف وحتى بعض المقالات كتروج الفيديو قال لك حصري وتسريب حصري وتبع التورط المخزن المغربي مع قاساما كنت من بعض المقاهي في المغرب أن يزيدوا المونو للقاساما هذا المونو الذي يكون فيه القهوة وملفل الفيديو تبعين فعلا قاساما قاس في المقهى أو مطاره يتكلم مع بعض الأشخاص وقال لك صافيا دول تسريب الفيديو لغيمك للجزائر أن تحضر بلص الكاميرون وتلعب أخيرا ضد نايمار والأصدقاء ذياله وانتشرت بحالة العناوين مقطع فيديو يظهر لقاء الحاكم القامبي بكاري قاساما مع أطراف مجهولة في مطار محمد الخامس في المغرب قبل مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني في إطار تصفيات كأس العالم قاطر 2012 هذا تجراروا صراحة متخلفين في التكنولوجيا بثائث لا تستطيع أن أي فيديو يضع في الانترنت لا يمكن أن أي شخص يتأكد منه ويرى ما هو أول واحد يضعه هذا الفيديو الذي يراجع لي لكي تبحث عكسي بصورة الفيديو ستجد قاع الفيديو التي تنشره في هذا الفيديو هذا الفيديو تنشر بالضبط لأول مرة نهار 23 يناير 2020 تماما أخوتي نهار 23 يناير 2020 كما سيكون قاساما والمغرب وفوز القجاع وجمال الدبوز يدعون لكم مؤامرة من سنة 2020 فصراحة نتشره أخرج على السيطرة تتروجوا الفيديو قديم بثائف لكي تهموا المغرب والحاكم لكي تحاولوا تبردوا على راتكم الإقصاء لكننا اكتشفنا هذا الكذب المفضوحي المفضوحين فما بالك بفرق التحقيق الدولي لدى الفيفا وما بالك بقاساما فاشغي يرى هذا الفيديو ويتعرف عليه على أنه في 2020 وكذلك الفيديو لم تتصور في المغرب كيف تدعيته أو في مطارات المغرب هذا الفيديو تصور في مطار تونس قرطاج الدولي كيف تدعب؟ وماذا تتأمر على الجزائر العدماء؟ سأقوم بساليتو ومحماضيتو كاريم طابو التعتاق البارح وانتما مقابرين مقاساما والمخزن وإيطاليا وما درت هذه الحالة التي درتون تهم كتدروا بحالي لزعمك أنتوا ستربحوك أسل العالم في خطر أنا فاهمكم مزيان وقاريكم مزيان انتم لم تتصور في المغرب الثاني مرة على التاول يتأهل كأس العالم ويتأهل كأس العالم ستنضم في دولة عربية وسيكون لديه جمهور مغربي وعربي كبير وانتم تقصيتو ستفرج في الكاس من تلفازه بحسرة هذا هو الذي يحرق ضمكم حيث تكون المغرب تقصى مثلا بحالكم ما كنتو ستتقلقه هذه التقليقات التي درتونها وان تو تري فور الماركوكي البليفور وفي هذا الفيديو القصمة بتحديدك للحاكم فساعد في جماهي الرجاء المغربي في المطار التونسي قبل المباراة مع الترجي تونسي وراء هذا الفيديو منشور حتى في الصفحات الرجاء البيضاوي من سنة 2020 وما نحن باقي مساري نتضحك عليكم فساعدتو جماهات دبوز وإيطو وكتزيدونا حتى هذا الفيديو القديم الذي تتصور في 2020 وما نتعيو من الخرطة والتخنشيل والتلفيق والتزوير كتزور وتروجوا الأكاديب على السحراء والمغرب وكتروجوا الأكاديب على قصمة والمخزن والقجاع وجمال دبوز رأي سمعت أنه روسيا ستنضم كأس العالم للمنتخبات المقصية وسيكون فيها منتخب روسيا إيطاليا كوريا الشمالية مصر الجزائر الجنوبية والجزائر الشمالية القبائل المحتلة المهم المجموعة سيكون 16 المنتخبات من أهلين لكأس العالم الحقيقية سيكون ليون بوتين كأس العالم مصغر وأنتم ماذا تريدون؟ المهم هو المشاركة صراحة مع الحمود الذي كان في التلفاز عدوزنا معكم أحسن رمضان مع السيدكومات الفوكاية لكم المنتهية والمسرحية الهزلية كما كان حصل فدوا جمال دبوز وقد المالح وإموغاجي وبومباكومي وقع الكوميديين في المغرب يركزون معكم غير قليلا والله حتى يدرون لنا أحسن عرض الفوكاية ولكن ضماجة عندكم الزر حتى الناس لا يزال خايفين على جمهورهم في الجزائر لا مشكلة معكم حاتم المرابط لا يخاف على جمهورهم في الجزائر وسلسلة تضحك تخسر والله حتى نخرجها منكم حتى تطلبوا سلاب العنو موسيقى واحد لما قال قريته في جريدة النهار أو العار الجزائرية صراحة تنصدمني ودهشرني أنا سأقرأ لكم وقلوا لي ما تدهشرته وتصدمته قال لك إسبانيا تلجأ إلى التهديئة لتجنب شتاء قارس بسبب المغرب أولا قريت هذا العنوال الأول مرة قلت ياكما إسبانيا سأمش لها الغاز الجزائري وتقطع ويكما إسبانيا تراجعت على القرار بخصوص الصحراء المغربية قال لك إسبانيا تلجأوا للتهديئة لتجنب شتاء بارد هاو معاوتين يرجعون لنا التعليقات سيروا ووجدوا الحطب سيروا وحطبوا الغاز مكاش قالوا فرنسا ما ستقتلهم قالوا المغرب ما ستقتلهم وهو مدابا بغاو يقولوا الإسبانيا يقولوا للناس ووجدوا الحطب وكالقام هما يدرون التوابر على الغاز رأى الحرارة والصد لأننا في إسبانيا محال ويكون حتى في الجزائر وكما تدرون على الشتاء 2023 وكما تدرون على هذه الصيفات هاو ما سنوضع لنا أو تاني بصبع المضبعين بكتبرينا ووجدوا الحطب انتم إسبانيا حتى نتفكينا منه ومقاوش ككتوها من نوفمبر لعام الفايت او دي اول حطب جمعنا في المغرب من العام الفايت كيف مغلتونا وفي الخارج عماستخدمنا هاو سيضع له حدار أجو بعدا نرى الحرارة كيف إسبانيا لجأت للتهديئة مع الجزائر فهو سافد غياء خوة بي نحن المغربة ممكنش فضلت وزيرة طاقة الإسبانيا سياسة التهديئة مع الجزائر بعد قرار الأخيرة فسخ العقد الذي يربطه ببذري إذا قامت إسبانيا بتحويل الغاز الجزائري المصدر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المغرب عبر خط الغاز المغاربي الأوروبي لا أنا عندي تحفظ على المصطلح المغاربي الخط الغاز اسمته الخط الغاز المغربي ممكنش حاجة اسمته المغاربي الأنبوب الغاز أو ملكية مغربية 100% وبطريقة مجانية ولا يخلف على الجراره وقال لك والذي قامت الجزائر بتوقيف العمل به زمال الأنبوب المغربي اللي يكسمونه مغارب زعمه ما زال طمعين فيه قال لك شهر نوفمبر الماضي ردا على الاستفزازة المغربية الجزائر ومساسها بالأمن القومي للبناء لحد الساعة ما زال ما أعطيته احتادة للواحد كي أكد لأن المغرب مسب الأمن القومي ديالك تبردع وتسويق الوام لبوص بعزرق وتعطيه عشر الزهر وش إسبانيا حبسات تزويد المغرب بالغاز؟ طبعا لا إسبانيا كتورد الغاز للمغرب باستعمال الأنبوب المغربي رغم أن في الجزائر ورغم تهديدة الجزائر في نهاية تهديئة جراره التهديئة الحقيقية التي تدرع لها مثلا ستكون لو إسبانيا ستتراجع على توريد الغاز للمغرب أو ستتراجع على الموقف ذي الداعم لمغربية الصحراء يعني أنتم بقيتوا هاو 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 وحتى واحد ما تتسوق لكم مساكن جراره الصراخ على قد الآلم وقدام انتي برده على بوص بعزرق وكي يوهمه على أن تهديدات الجزائر أعطت نتيجة ونكمل المقال وقال لك في تصريح نقالته صحيفة الموندو الإسبانية أكدت وزيرة الطاقة الإسبانية عمق العلاقات الجزائرية الإسبانية خاصة في مجال الغاز الطبيعي واصفة الجزائر التي تزودها بنسبة 40% من احتياجاتها الغازية سنويا بالبلد الموتور كون الجزائر لم تتخلى عن التزاماتها القائمة في العقد المبرم بينها وبين مدريد وبالرغم من وقف العمل بالأنبوب المغاربة أنصلح لكم الأنبوب المغربي والتحول حصرا إلى أنبوب ميدغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر البحر المتوسط مباشرة صراحة الأوروبيين وعرين تصرف قوتيهين الجزائر ويجود أتحدث عنها بشوية ذلك كلام اللي فيه بزاف من الدبلوماسية ولغة الخشب وفي ناية تهديئة من طرف الإسباني رامني كتقول لكم الجزائر بلد موتو وكتأكد لكم أنه ممنوع تقطع الغاز يعني يوصل الغاز وبالله هذا ما علاقة العنوان بمضمون المقال إسبانيا لم تلجأ للتهديئة والشبين في المقال وأكبر دليل على أنها لا تلجأ للتهديئة هي أنها مستمرة في موقفها من مغربية السحراء ومستمرة في توريد الغاز للمغرب رغم تهديدات الجزائر يعني رغم أن في الجزائر وأكبر دليل على أن إسبانيا لم يسوقش لكم وما أعطيكم أي اعتبار أو أي قيمة هو أنهم يرسلون لكم بريد إلكتروني يعني يعطينا الغاز وبالعو بالكترة الهضراء بالكثير منكم استغربوه لكي إسبانيا رسلات غير بريد إلكتروني لكي تعلم الجزائر أنا جاءتني صراحة عادية كيف بغيت إسبانيا تكلم مع دولة في الهاتف أو تزورها وتعلمها والدولة التي هي الجزائر تهدد وزير خارجية إسبانيا بتسجيلات هاتفها عن طريق عمار البلابلا يعني أحسن حاجة آمنة لكي تقلبوه لهم الجرار أو يسجلوهم يرسلون لهم بريد إلكتروني لكي يبقى دليل مادي وعيني لهم يعني إسبانيا فقدت ثقة بما يسمى الجزائر العسكرية قرارات إسبانيا هي قرارات سيادية لا دخل للجزائر فيها وإسبانيا رأى ما خايفة من الغاز تقطعوه أو لا تقطعوه وهي فاقع مجي من جهة المغرب من الأول وتعطيكم أكبر تصرفيق أخذتها في تاريخ هذا النزاع المفتعل يعني قبل أن تأتي من جهة المغرب سأضرب حسابها وخدامها كجمعها في حتياتها كبير للغاز للسنة المقبلة وهذا تهديدكم والقادية تأباري تنتظر إسبانيا رأى ممكن تقولها أنكم الدولة الوحيدة في العالم لتصدر الغاز بكل أنواع دياله من أكثر من 40 دولة رأى ما شغل الجزائر لديها الغاز وقريباً ستصغن في مرة على الغاز الجزائري وأنتم لا ترى كيف المشروع الكبير بين نيجيريا والمغرب وأوروبا سوف يتطرق هذه الدولة التي سأخبرهم يخرجوا عمار البلابلا ويقول لهم أن نحذر إسبانيا من أن توزيع الغاز الجزائري على الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا رأى ماذا يدرونها سأخبركم أحد بليزير لكي تعرفون أن الغاز الجزائري سيصل إلى المغرب سأخبركم 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 إلى هذا المدخل بالغاز الجزائري التي سأخبركم إلى الأرميريا ويعمل فيه العافية إلى بنت لكم العافية وصلاة المغرب سأتأكدوا أن الغاز الجزائري سأخبركم إلى إسبانيا وينزل المغرب مباشرة سأخبركم أيضا سأخبركم شكرا على المتابعة بالبعادية لكم كان معكم حاسم المرابط السلام عليكم